كله النهاردة بيعيش حالة صدمة طبعا مع رحيل الفنان الكبير سعيد عبدالغاني الله يرحمه ويجعل مسوى الجنة ويصبر أهله يا رب يعني هدريك استقابلت الخبر ده النهاردة إزاي أستاذ غير أنا مش لاقي كلام أقوله لأنه سعيد كان أخ عزيز جدا واشتغلنا فترات طويلة في الثمانينات والتسعينات مع بعض في المسلسلات وكان باستمرار حتى هو لما بيتقابل يقول لي أخويا لأن احنا طلعنا مثلا في سبعة تمن تسع عشر مسلسلات يمكن إخوات كان بدايتهم إنهم يدفعونا السمن كأن نخراج الأستاذ فايس حجاب سعيد على المستوى الفني وعلى المستوى الصحفي وعلى المستوى الإنساني شخص أكثر من رائع الله يرحمه أنا يعني من خلال البرنامج بعزي أسرته الكريمة وعزي أحمد سعيد عبدالغاني أحمد تشتغل معي كمان أكثر من مرة تعزيهم وربنا يصبرهم ويصبرنا جميعا وإذا كان سعيد رحل عنه بالجسده فهو موجود بنا بأعماله بسرته الجميلة بابنه اللي هيكمل مسيرته إن شاء الله أحمد سعيد عبدالغاني طبعا الله يرحمه ويصبر أسرته طبعا أحمد سعيد عبدالغاني يعني زي محضرتك بتقول يعني هو استكمال لمسيرة والده وربنا يصبرهم ترجمة نانسي قنقر